أهلاً بحضراتكم جميعاً في مثل شعبي كلنا بنقوله بالرادد وعارفينه هو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر وطبعاً المثل شارح نفسه وكنا بنقول إن الأطفال بيتلقوا وهم صغيرين بيتحفر ويتنقش هنا يبقى صورة زهنية في زهنهم بيبضلوا فاكرينه طول العمر ما ننكرش إنه مصر والمجتمع العربي كله بيوجهوا شبح التطرف وأكتر ناس معرضين للشبح ده هو الناس الأصغر سنة لأنك بتزرع أفكار جديدة فاقولهم بكل سهولة فممكن تزرع بالخطأ أفكار متطرفة وتقدر كمان توجهه لأنه مش هينقشك لسه مش واعي فوزارة التربية والتعليم هنا ووزارة الأوقاف حسوا بالخطورة دي وبالخطر ده قرروا إنه هم يدربوا ويأهلوا مدرسين التربية الدينية علشان نضمن إن المعلومات والرسائل اللي بتتنقل الولاد تكون سريمة ومعتدلة ووسطية وخالية تماماً من التطرف هنتكلم عن تأهيل مدرسين التربية الدينية مع ضيفي دكتور نوح العسوي وكيل وزارة الأوقاف أهلاً بحضرتك أهلاً بيك طبعاً أنا في البداية مرحباً بيك وأهلاً بيك ومنوارنا أنا في البداية بناقش مع حضرتك عشان نفهم ونستفيد أنا غير متخصصة عشان الناس تكون فهمة بنقعد مع أهل العلم وأهل التخصص متخصصين يفهمون دينا يفهمون أفكارنا المعتدلة أنا أسأل للناس حابت تسألوا وأفهم واستفيد مع حضرتكم تنظموها بالتعاون مع التربية والتعليم هي بدأت فعلاً زي ما قلت من الخطر لما رأيته الموضوع شوي يبدأ يبقى فيه أفكار ممكن توجه الأطفال أو الشباب أو كذا والبداية كانت منين ووصلنا لحد فين تمام في البداية اسمحي لأقول لحضرتك أن دي مش أول دورة تعملها وزارة الأوقاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين شكراً حفاظ على عقول الشباب وتحصين الأطفال والنشء من الفكر المتطرف والتعصب والتشدد وزارة الأوقاف يعني من فترة من حوالي تقريباً سنتين أو سلسة سنوات تعمل جاهدة على الحفاظ على عقول الشباب وعقول النشء من الفكر المتطرف والفكر المتشدد بدليل عندنا في الوزارة في مشروع أطلقته وزارة الأوقاف من سنتين اسمه مشروع المدرسة القرآنية المدرسة القرآنية تختلف بس هاخد ثواني قبل ما نيجي على الأكاديمية لأن دي تدي البداية مدام أنت حضرتك قلت على الحفاظ على عقول الشباب والحفاظ على النشء والأطفال من الفكر المتطرف هنجيب دي معنا لأنها دي الأساسية برضو بالنسبة لزارة الأوقاف المدرسة القرآنية المدرسة القرآنية إيه هي المدرسة القرآنية؟ المدرسة القرآنية تختلف كل واختلاف كل وجزء عن الكتاب اللي هو كان في القرى والأرياق أو الكتاب المدرسة القرآنية عبارة عن تحفيز القرآن وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية في عقول الأطفال ودي لها فايدة كبيرة جدا من اللي بيقوم بالتحفيز دي مهمة ودي نقطة أساسية كبيرة جدا اللي بيقوم بالتحفيز ده ناس أئمة متميزين ليس لهم أي انتماءات حزبية أو فكرية لكنهم بينتقوا على الفرازة زي ما بنقول كده وزارة الأوقاف بتنتقي هؤلاء الأئمة على الفرازة بحيث أنهم يغرسوا القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية في عقول الشباب وعقول الناشئ والأطفال ويحافظوا في الوقت نفسه على الأطفال من الفكر المتطرف والفكر المدشد وصلت المدرسة القرآنية في وزارة الأوقاف إلى الحد النهاردة من يومين بالضبط كنا نزلنا آخر 15 مدرسة وصلت 1095 مدرسة قرآنية على المستوى الجمهورية ومستهدف إن شاء الله في نهاية العام على 200 مدرسة قرآنية قاهرة ومحافظات جميع الجمهورية جميع المدرسة القرآنية دي في بداية الحفاظ على الناشئ والشباب اللي طالع من الفكر المتطرف والفكر المتشد طيب إحنا بحافظ على الناشئ بحافظ على الشباب عملنا بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم جبنا المدرسين أول دي دورة العمل نعملها بالنسبة للمدرسين وإن شاء الله تباعا كل شهرة العمل للدورة دي ستتكرر شهريا بالبرتوكول الذي تم العمل به مدرسين الدين مدرسين التربية الدينية على أساس إحنا جايبين ليه أو البرتوكول تم عمل بروتوكول ليه بين الأوقاف وبين التربية الدينية أو بين التربية والتعليم لمدرسين أو معلمين التربية الدينية الهدف إن احنا نشوف الناس دي يصح لهم بعض المفاهيم لو عندهم مفاهيم مغلوطة لأن هم هم بيدرسوا الأولادنا وهم بيعلموا الأطفالنا لو عندهم أي مفاهيم مغلوطة بيسألوا وإحنا بنجيب لهم أسدزة متخصصين يوضحوا لهم للصورة الصحيحة للإسلام وفي نفس الوقت بنقول لهم بعض المفاهيم الخطأ اللي الناس عارفاها أو اللي ممكن واحد منكم يكون فاهمها خطأ لا إحنا بنصحح المفاهيم الخطأ لبعض قضايا الخطاب الديني برؤية عصرية مستنيرة جديدة جميل ده الهدف من الدور طيب بيدرسوا إيه المدرسين هم طبعا المدرسين وبيعلموا الأطفال بيدرسوا إيه هم كل واحد منهم اللي يتخصصوا لكن إحنا الأساس عندنا إزاي ندي المنهج للمدرس اللي يعلم الأطفال إذن يجب يدرسهم المنهج اللي موجود المنهج اللي موجود المنهج ده عبارة عن تصحيح بعض مفاهيم الخطاب الديني برؤية عصرية مستنيرة زي مثلا عندنا كتاب من ضمن الكتب دي أنا جبت لحضرتك منها لكتب من الأطفال بيدرسوا في المدرسة لا لا مش المدرسة آه دي كتب بار لكتب الدورة للمدرسين بيدرسوا فيها آه أيوة هو لما يبقى عندي كتاب مثلا زي كده عن مفاهيم يجب أن تصح أنت صح ده كتاب آه في مفاهيم خاطئة عندي كثير من الناس إحنا بنصحلهم المفاهيم دي يقول لهم أن المفاهيم دي انتشرت عند الناس خطأ إحنا بنصح لكم المفاهيم دي عشان أنت وإنتوا بتدرسوا لأولادنا يكون عندكم الخطاب الديني المستنير اللي هو بعيد عن التطرف ونتدي المعلومة صح ونتدي المعلومة صحية وهو نفسه يستفيد في الحياة هو كمدرس وكبني أدم يستفيد كمدرس أكيد بيستفيد لأن كلنا أكيد يختلط علينا الأمر في بعض الأمور هو مهما كان مدرس لكنه لا يعي كل هذه الأمور ربما يختلط عليه الأمر في بعض القضايا دي كتاب من ضمن الكتب كتاب تاني اسمه الفهم المقاصدي للسنة النبوية ودي بعض الناس للأسف الشديد بيأخذوا الحديث النبو على الظاهر بتاعه بيفسروا غلط بيكونوا المقصود في شيء ثاني بيأخذوه اتجاه سلب خالص ببعض الحديث بيأخذوه اتجاه سلب خالص مثلا زي الحديث مرأة منكم منكرم فليغيروا بياده فما اللي مستطع فبلساني فبل المعصد فبقلب الجماعة المتشددين والجماعة المتطرفين بيأخذوا الحديث بأنهم من حقهم أنهم ما يقتله غلط ده تفسير خاطئ للحديث لكن لما نيجي نفسر الحديث ونيجي نقول مين اللي من حقه يقتل باليد أو اللي يضرب باليد إنما هو وليه الأمر الحاكم ثم بعد ذلك مين اللي عنده القدرة أنه يشتغل باللسان أو ينصح باللسان أنه هم العلماء طيب أنا ما عنديش لا قدرة حاكم ولا ولا عالم طيب أعمل إيه وأنا شفت المنكر قدامي فبقلبي فبنكره بقلبي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس جميعا صحيح